بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية المئذنة في المنام للعزباء والمتزوجة فإذا رأت الفتاة العزباء المئذنة في المنام فإن هذه بشرى بالخير والرزق والسعادة التي ستنعم بها في حياتها المقبلة كما أن رؤية مئذنة المسجد أيضا دليل واضح على اقتراب موعد زواجها أو خطبتها من رجل صالح ومتدين وعلى خلق والله تعالى أعلم وكما ترمز أيضا إلى صلاح حالها وتدينها وقربها من الله عز وجل وإذا رأت أنها تسقط من المئذنة فإن تلك دلالة على حدوث المشاكل والأزمات والمصاعب بسبب كثرة المعاصي والله تعالى أعلم وأما بالنسبة للسيدة المتزوجة فإذا رأت السيدة المتزوجة المئذنة في المنام فإن هذه الرؤية تدل على زوال الهموم والأحزان وفك الكربي بإذن الله تعالى وتشير أيضا إلى الاستقرار المعيشي والعائلي في حياتها وهي رؤية تبشر بحسن أخلاقها وطيبتها مع الآخرين وقوة إيمانها من جهة أخرى وتكون علامة على علو مكانتها وإذا كانت المتزوجة حامل ورأت المئذنة في المنام فتلك أيضا بشارة بالخير والرزق وتحقيق أمنياتها وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة